اشتركوا في القناة وحكماء المسلمين في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من اجل التعايش الانساني بدعوة كريمة ورعاية ملكية سامية وثمن سعادة وزير الخارجي النتائج المثمرة لهذا الملتقى الانساني العالمي بمشاركة اكبر رمزين دينيين وحكماء الشرق والغرب باعتباره شاهدا على مكانة مملكة البحرين كواحة امن وسلام ومنارة عالمية للتسامح الديني والحوار والتعايش السلمي بين جميع الاديان والمذاهب والثقافات والحضارات في ظل النهج الانساني والدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وجهود وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وانجازاتها الرائدة في احترام حقوق الانسان وحرياته الدينية والثقافية وعبر سعادة وزير الخارجية عن تقديره لدعم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في كلمته السامية لمخرجات ملتقى البحرين للحوار من اجل الانسانية وتوصياته القيمة لاعلاء قيم السلام والتفاهم بين جميع اهل الاديان والمعتقدات وتفضل جلالته بانشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي وأوضح سعادته أن الزيارة الرسمية لقداسة بابا الفاتيكان تمثل دفعة تاريخية جديدة لمسيرة العلاقات الدبلوماسية القائمة بين مملكة البحرين والكرسي الرسولي منذ فبراير من عام 2000 منوها بتقدير بابا الفاتيكان في كلمته للتنوع الثقافي والعرقي والديني والتعايش السلمي في مملكة البحرين ولمبادئ اعلان مملكة البحرين في دعوته للتسامح واحترام الحريات الدينية ونبد الكراهية والعنف ووثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك وأشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيالي بالمواقف التاريخية المشرفة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال وتقديره الدائم للتاريخ العريق لمملكة البحرين وتوجه سعادته بالشكر والتقدير لتضافر كافة الجهود المباركة لتنظيم هذا الملتقى بمشاركة نخبة كريمة من العلماء والحكماء وقادة الفكر ورموز السياسة والإعلام التي أثرت حوارات هذا الملتقى البناء ومداولاته ونقاشاته وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيالي أن مملكة البحرين ستظل أنموذجا ملهما لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعايش بين الأديان والمذاهب والأعراق في ظل احترامها للحريات الدينية وحرمة دور العبادة اشتركوا في القناة